اشتركوا في القناة اه قد اكون مختلف ولكن هو حقق مرتضى منصور اي واحد في النادي زي هملك شاي الهمه صح ولا غلط اه الامل استاذ مرتضى عامل حسابه عامل حساب حيعمل معه ايه لما يخرج عن النظام والاستاذ مرتضى انا متفق معك والاستاذ مرتضى نفسه اتغير اتغير ازاي اتغير اقولك ازاي هو في حاجة لو اتغير فيه حقيقة حاجة جامدة جدا واخد بالك ودي اتمنى ان اتغير فيه انه ما يسخنش ويغلط في الناس ونخليه رئيسا لنادي الزمالك او عضوا بالبرلمان اذا وفق او يعني خليه في المسئولية بتاعته ما ينشغلش بالاخر يعني انا 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 احافظ المستشار المرتضى منصر شوية جزء من استراتيجية الهجومية بتاعته مهاجمة المنافس ما هو انا عايز دي اتمنى دي عملت برضو ضغوطة عن نادي الاهل السماد لا 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 وعملت مشاكل في نادي الاهل ان الجماهير فترة بالخطرات طب واول ما تلعب له استاذ محمود طهر تكلم واول ما كابتل نعب العزيز تكلم مش استرده سخة الجماهير هل هو ده المطلوب ان انا استدرج المنافس ان يرد عليها بالعكس لا شوف انت وصلت اللي انت عايز له استاذ مرتضى ده نجح نجح في الانشآت نجح في ادارة الكرة نجح في السيطرة على مقاليد الامور حقيقة ودي مؤشرات بتؤدي الى نجاح لان خصو حاجة من وجهة نظري انا وكان بنا زمان لقاءات كتير واعتقد ان هو في احترام يعني حيصدقني يعني مش هيعرف ان انا لا اصدق انتقده لو اتعمل دي حيبقى حاجة ايه بقى سوبر